هذه أبرز العناوين جماهير اتحاد العاصمة تحمل الاتحاد الجزائري لكرة القدم مسؤولية عقوبة الكاف عاجل الكاف تتخذ قرارا جديدا اليوم عن مباراة نادة بركان واتحاد العاصمة وهذه التفاصيل صفحة مولية الاتحاد العاصمة الجزائري تدعم فوز القجع وتنشر الصحراء المغربية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس جماهير اتحاد العاصمة تحمل الاتحاد الجزائري لكرة القدم مسؤولية عقوبة الكاف خلف قرار لجمة المسبقات بالاتحاد الأفراقي لكرة القدم السياء جماهير اتحاد العاصمة التي تفاعلت بشكل كبير مع المستجد على منصات التواصل الاجتماعي ودفع القرار الصادر جماهير اتحاد العاصمة إلى مهاجمة الاتحاد الجزائري وتحمله المسؤولية كونه يجهل قوانين الاتحاد لفرق لكرة القدم ولم يحاول إيجاد حل ينقذ الفريق من عقوبة الكاف وتبعت الجماهير الاتحاد الجزائري كان عليه التدخل بقار حكيم يخدم مصلحة الفريق بدرجة أولى وأن قرر دعم سلطة الجزائرية والسنسخ قمصان الفريق المغربي زاد من الطين بلة وترك اتحاد العاصمة أمام عقوبات هو في غينا عنها ويرتقب أن تأتي بيتة اتحاد العاصمة إلى المغرب غدأ اليوم الجمعة إن شاء الله في رحلة مباشرة من الجزائر لخوض المباراة المبرمجة يوم الأحد القادم إن شاء الله عاجل الكاف تتخذ قرارا جديدا اليوم عن مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة وهذه التفاصيل عززت الكوفيدرالية الأفريقية لكرة القدم إجراءتها لمباراة إيابي نصف نهائي كأس الكوفيدرالية الأفريقية بين نهضة بركان المغرب واتحاد العاصمة الجزائرية المقرر يوم الأحد المقبل إن شاء الله وقامت الكاف بالتعين من دوبين اثنين للمباراة أحدهما لمراقبة السير اللقاء على أرض الملعب والآخر لمراقبة وفد اتحاد العاصمة خلال تنقلاته في المغرب وذلك لمنع أي استفزاز أو تقديم ادعاءات غير صحيحة من قبل الفريق الجزائري ويأتي هذا القرار بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الذهاب والتي أثارت قلق الكاف من إمكانية تكرارها خاصة بعد العقوبات التي تم اتخاذها ضد اتحاد العاصمة وتؤكد الكاف على عزمها التعامل بصرمة مع أي تجاوز من قبل أي طرف حرصا على سير المباراة في أجواء رياضية إيجابية صفحة موالية لاتحاد العاصمة الجزائري تدعم فوز القجع وتنشر الصحراء المغربية نشرت صفحة موالية لاتحاد العاصمة الجزائري كلمات تدعم فيها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجع وتهاجم الاتحاد الجزائري لكرة القدم ومسؤول اتحاد العاصمة واكدت الصفحة التي تحمل اسم اسما سيمبري في موقع تواصل الاشتماع انستغرام والتي تملك قرابة الاثنى عشر الف متابعة ونشرت منذ تأسيسها قرابة الف وثلاثمائة منشور نشرت رسالة دعم لفوز القجع وكتبت الصفحة تحية القجع الزعيم ديمة مغرب الصحراء مغربية قبل ان تهاجم في منشور اخر مسؤول النادي الجزائري الذين انطبحوا لاجهزة اخرى فكانت النتيجة صدور قاري من الكاف يقضي بخسارتهم مباراة الذهاب ضد نهدة بركان بتلاتية نظيفة وليد راقراكي افاجئ سوفيان رحيمي تبع الناخب الوطني وليد راقراكي لعب العين الاماراتي سوفيان رحيمي خلال ايابي نهائي دور ابطال اسيا بين العين والهلال بملعب ارينا بارك بمدينة الرياضة السعودية وتبع الناخب الوطني وليد راقراكي المباراة من المدرجات برفقة مساعده الرشيد بن محمود ادوان مجموعة من النيقاط التي تهم اداء ومرضد سوفيان رحيمي في مباراة الهلال تحسب لمباراة الزامبيا والكونغو برازافيل وسيكون سوفيان رحيمي حاضرا في المعسكر التدريبية المقبلة الذي يسبق مباراة الزامبيا والكونغو عن التصفية الافريقي المؤهلة لكأس العالم 2026 سانتوس البرازيلي مهتم بالتعاقد مع لاعب مغربي بارز دخل نادي سانتوس البرازيلي على خط لانتداب لاعب مغربي بارز في مرحلة الانتقالات الصيفية بعد تألقه اللافت في الدورة الفرنسية وحسب فوت ميركاتو الفرنسي فان سانتوس وكونونتيانس البرازيليين في صناعين مع عدد من الاندية الاوروبية لانتداب الجوهرة المغربية ايها بقودالي البركة بعدما سجل 15 هدفا في 24 مباراة مع ناديها الفرنسي بواني وأكد الموقع المختص في أخبار الانتقالات عن صراع بين الناديين البرازيليين وفرق الأوروبية لعل من أبرزها باريس الجرمان من أجل التعاقد مع اللاعب المغربي المهوب وأبهر اللاعب الواحد بمستوياته البرتغالي لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي الباريسي إذ يمتز بقدرته على اللاعب في ثلاث مراكز وهي الجنح الأيمن والأيصر بجانب المهاجم الثاني ومن بين الأندية الرغبة في انتداب صاحب التسعة عشر عاما والحامل للجنسيتين المغربية والإسبانية بحكم ولادته في بيلباوة برشالون الإسباني وأيكس مستردام وأفينورد الهولنديين وأندرليخت البلجيكي الكشف عن مدة غياب حمودان عن الجيش أجرى الطاقب الطبي لنادي الجيش الملكي الفعوسات الطبية الضروري للعب أحمد حمودان بعد تعرضه للإصابة خلال المباراة الأخيرة لحساب منافسات البطولة الاحترافية وأصب حمودان بشد عضلي في العضلة الضامة لفخذ الأيصر سيغيبه لمدة تتروح بين الثلاثة وأربعة أسابيع مغربيان في تداريب أتليتيكو مادريد يوصل الأرجونتيني ديغو سيميوني المنادة على اللاعبين المغربيين سليم الجباري وعبد الله الرحاني لتداريب الفريق الأول قبل مواجهة أتليتيكو بيلباوة يوم السبت برسم الجولة الثلاثة والثلاثين من الدورة الإسبانية وشارك الجباري والريحاني طيلة الأسبوع مع الفريق الأول في تداريب الأطلة استعداد لآده المباراة الأهمة والتي يتنفس فيها الفريقان على المركز الرابع المؤدي لدور عبدالأوروبا وسبق لللاعبين أن شارك مع الفريق الأول في تداريب بعد تألقهما مع فريق الشباب والفريق الثاني في المواسم الأخيرة بعد التتوجب اللقب الكافيو كافئ لعب الأصود القاعة بجوائز خاصة حقق المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يوم الأحد كأس أمام أفريقيا للمرة الثالثة على التولي وهذه المرة أمام أنجولا في نهائي اللعبة حيث كانت القاعة المغطاة للمجمع الأمير مولي عبدالله بالرباط مصرحا لها بحضور شخصيات وزنة أهمها القجع إنفانتينو وموتسيبي وتمكن لعب أصود القاعة من التتوجب كل الجوائز الفردية التي يخصصها الاتحاد لفريق كاف بعد نهاية كل مصابقتها وتوجه عبدالكريم أنبيا بجائزة أفضل حارس في البطولة في حين حصل السفين شاراوي على جائزة أفضلها الدف علما أن بلالبقال حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة تجدر الإشارة إلى أن أصود القاعة كانوا قدمين خلال تأهلهم للدورة النهائية المشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة على التوالية هذه أبرز العناوين جماهير اتحاد العاصمة تحمل الاتحاد الجزائري لكرة القدم مسؤولية عقوبة الكاف عاجل الكاف تتخذ قرارا جديدا اليوم عن مباراة نادة بركان واتحاد العاصمة وهذه التفاصيل صفحة مولية الاتحاد العاصمة الجزائري تدعم فوز القجع وتنشر الصحراء المغربية اشتركوا في القناة